السلام عليكم. عليكم السلام دكتور احمد. كيف صحة والاخبار عامل ايه? ايه الخير والله انت كيف حالك? انا كويس الحمد لله تمام. انت انت شوف والله انت الدكتور الصح اللي انت بحتاجه يعني. انت انا الدكتور الصح اللي انت محتاجه الله اكبر. كويس. انا جاي عشان كذك يعني. كويس. تانكيو. مم. قل لي واش اسوه في. والله مرة محيفة. مرة مرة محيفة. والله انا هقولك على شوية حاجات كده مسلا ريكم في البداية لازم تاخد بالك منها اوي. احنا في البداية ما بنينا نتكلم عن النحافة لابد ان احنا نعرف ما هو السبب المرضي اللي موجود عندنا. يعني ممكن النحافة يكون لها سبب مرضي. وممكن يكون لها السبب نفسي. الاسباب المرضية مسلا انا لا تكاسبين اتكلم انت تسألت السؤال تسكوتي بقى لحد الاخر ما خلص وبعد كده تسأل لي خش على سؤالي بقى. تمام? اه 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 اسلم بيقول تحلل اصدق. ايوة يعني يعني في البداية مش شرط تحلل اصدق. اه طب اهلا بك ربنا يا فاز. اه دلوقتي بس النقطة اللي انا عايز اقول لك. في البداية لابد ان احنا نعرف ما هي طبيعة جسمنا. هنعرف طبيعة جسمنا ازاي ان احنا ممكن نعمل بعض الفحوصات او ممكن نسأل بعض الاسلة نعرف من خلالها مسلا تكون اعراض لاشياء معينة بناء على هذه الاشياء نقول احنا عندنا كزا وكزا وكزا ونتأكد بعمل الفحوصات علشان نتأكد. لان ممكن النحافة تكون سبب اه اه النحافة ممكن تكون سبب لآآ الانيميا سبب للنحافة ممكن تكون الانيميا سبب في النحافة وفقد الوزن اللي عندنا. ممكن المشاكل في الغدة الدراقية تبقى سبب في النحافة وفقد الوزن اللي عندنا. ممكن اه مسلا لقدر الله لو احنا كان وزننا كويس وانزلنا في وقت وصير جدا فوارد ان احنا مسلا اه يكون مسلا عندنا مسلا ولياكن لقدر عزانا الله وعياكم مسلا مرض السكاري مرض السكاري ممكن يبقى سبب ان حايفة فقد الوزن ممكن مشاكل هضمية معينة ممكن تبقى سبب ان حايفة فقد الوزن ممكن يكون عندنا مسلا ولياكن ايه تاني ممكن نقول مشاكل الفشل الكلوي او الكبد او مشاكل من هذا القبيل مش بقولي عليك انا بتتكلم بشكل عام تسألتيني سؤال عام فانا اجاوبك ا responder عامة. لو سألتيني سؤال خاص اجابي اجابي اجابة خاصة. فخلينا نكمل اجابتنا الاجابة العامة بتاعتنا. يبغى نحلل. اه اه تمام تمام? ايو. خليني اقول لك دلوقت. يبه احنا كده اتفقنا اتفقنا دلوقت يبه احنا في البتانية بوده احنا نعرف طبيعة جسمين. بعد ما يعرف طبيعة لو احنا عملنا ما عملنا كل هذه التحليل. واجرنا كل هذه الفحوصات. ولم يتضح لنا اننا ليس يعني ان احنا ما عندناش اي مشاكل عضوية. دي فرصة ولا كلمة واحدة اوفر عليك كل ده. اتفضلي اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. انا انا ما عنديش مرض ولا عندي مشكلة ولا عندي كل الحاجات دي. هي كل حكاية ان انا ما ببجليش نفسي اكل. يعني انا لم يعني انا مش باكل مسلا وما بتخنشي ولا باكل وما بنحق ونحيفة. لأ انا حرفين يعني باكل كتع البنية بتبقى قد السبوع كده هو تاني. حدا بقى قد كده كده هو. كده هو. قد كتع البنية نفس كده كده. دي بتشبعني اليوم كله. فانستل نحيفة. اعمل ايه عشان هيكل ايه? يعني انتي بتقولي يا دكتور احمد انا عندي. يعني انتي صغيرة جدا. يعني ممكن اكل معلقة رز او معلقتين بالعدد واجبعة. وافضل عليها اليوم مجوعشي. اعم. والله حكيك جدا ده كصص. السعر المصري بقول خلاص انت سألت السعر خليه رد بقى ادي له فرصة. يا سلام عليك. ادي فرصة. عليهم اللي ادي لي فرصة. بصي. النصيحة لانا هدهالك دلوقتي عايزي تحطيها حالة في ودانك. واللي انا هقوله دلوقتي هو ينطبق عليك تماما. ولاش توضيح اكتر من كده. هنقول ممنوع العصبية. ما تسمحيش لاي حد باي حال من الاحوال ان هو عصابك. لانك انت لايجيلك الضغط انتي لايجيلك السكر انتي لايجيلك القلب انتي لايجيلك فقدان في الشهية. انتي لها دانك نحيفة ومعصعصة ومحدش هيجيجي جانبك فاول حاجة نبين اتكلم فيها عصعصة اه مع اسعصة اه مه. يبقى 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 احنا يبقى احنا قلنا اتفاقنا. انا بلاش توضيح اكتر من كده. مم. انت تمام يبقى احنا كده قلنا اول نقطة من غير ما سألتك اهو من غير ما سألك خالص يبقى قلتلك الله يبارك لك يا دكتور انت تخلى تقوم تنتحك يبقى دي كده يبقى دي كده النقطة رقم واحد يبقى النقطة رقم واحد العصبية سبب في النحافة وفقد الوزن اللي موجود عندنا فاول حاجة يبقى لابد ان احنا نمتنع عن العصبية تبقى دكتور في حاجات تحسن للحالة النفسية علشان قدر يأكل ويعود على اكل وكده اه. النقطة الاولية اتفقنا تبقى تبقى حاجات يا دكتور ممكن تحسنين الحالة نفسية علشان مسلا ولياكم ان احنا نوعود على الاكل ونأكل اه في حاجات بنقول مسلا ولياكم دائما الشخص العصبي او الشخص النحيف اللي هو السبب النحافة اللي عنده عصبية. بنقول عنده نص بيبقى عنده نصف فيتامين ده. فلابد ان احنا نحصل على فيتامين ده. وانحنا في الجو الحار دلوقتي نقدر الصبح بقدري نتعرض لعشاية الشمس لمدة نص ساعة يبقى كده خدنا فيتامين دال اللي احنا محتاجين. يا دكتور لا انا بشرتي حساسة ولا مش هدر ننزل في الشمس وبتاعي. يبقى لابد ان انا ناخد مكمل غزائي بيحتوي على فيتامين دال. افضل مكمل غزائي ممكن ناخد مسلا منه فيتامين دال بنقول زيت كبد الحوت او زيت كبد الحوت ممكن ناخد منه فيتامين دال او في حاجات فيتامين دال مباشرة موجودة في الصيدليات ممكن ناخدها. اه يبقى دي كده رقم واحد. اه فيتامين دال. انا بتكلم في العلاج دلوقتي يا بنتي. ركزي معي شوية كويس. انا عايزك تركز الكلام اللي انا بقولك ده في غاية الهمية بتاخد كشف مجاني على الهواء مجانا. نفع الواجه الله تعالى اهو. يعني فانت ركز. يبقى اول حاجة كده اقولنا فيتامين دال اما ناخده من خلال اشياء الشمس او هنجيبه من الصيدلية من خلال حاجة اسمها زيت كبد الحوت. تاني حاجة بنحتاج اه بيتامين بي سيكس. بيتامين بي سيكس افضل مصدر ليه بنقول آآ الكبدة. الكبدة تعتبر من ضمن المصادر الا افضل المصادر اللي ممكن تحتاجها على بيتامين بي سيكس. او نجي برضو من الصيدلية لو احنا ما عندناش الكبدة او ما نقدرش نوفرها في الاكل بتاعنا. آآ تل Ace حاجة بنتكلم فيها محتاجين الماغنيسيوم. الماغنيسيوم. الماغنيسيوم ده من ضمن افضل الحاجات اللي بتريح الاعصاب. ماغنيسيوم ده بناخده من ايه? ممكن ناخده من السبانخ. ناخده من الافوكادو. ممكن ناخده من اللوز. فبقى انا بتكلم لا ما نراكزش على السبانخ قوي. اه يعني بنراكز على الحاجات اللي فيها سعرات حرية مسلا زي اللوز والافوكادو. الافوكادو مسلا يتعمل على هيئة عصائر اشياء معينة مع شوية لوز كده. يبقى احنا كده اخدنا الماغنيسيوم اللي احنا عايزينه بشكل لطيف وعلى هيئة عصير يفتح لنا اه يحسن لنا الاعصاب